اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة sur le fond du problème, théoriquement les centralistes en conflit avec Messali, n'avaient nullement besoin de Boudiaf qui se trouvait à ce moment-là en France. Mais la réalité est tout autre, car Messali par son discours et sa notoriété, est arrivé à discréditer totalement les cadres du comité central, et la majorité des militants l'avaient rejoint. Le calcul de la direction du comité central, coupé des réalités du terrain, consistait à faire revenir Boudiaf de France, le seul capable, pour récupérer avec son réseau les militants qui avaient rejoint Messali. Cette idée fut soufflée à l'oreille de la Ouéle Benqueda par Mairie. On vous laisse écouter à ce sujet Mairie, mais avant cela, Mairie va nous confirmer que l'idée du cru a remonté 1952, juste après la rencontre entre Boudiaf et les deux délégués militaires qu'il avait rencontrés avant son départ en France. Ce point fut abordé dans notre premier épisode. des deux dégués, le plus dégueu. Le plus dégueu. Le plus dégueu l'émont de l'émont de la région. C'est un des dégueu, mais il est un dégueu. La réglés du محمد بوظياف في كتاباته تكونت بصفة غير مرصمة وغير مقننة في بدء سنة 1952 قامت على الأسس التالية التحليل بدنا إلى حاجات أن حتمية المعركة المسلحة ضد الاجتعمال آتية لمحالة فيها ثانيا أن الإدارة السياسية عاجزة على تحضير هذه المرحلة ثالثا أنه من الخطأ أن تبقى المواجهة بين أعضاء المنظمة السرية الذين كان لهم انتقادات كبيرة على الإدارة وأعضاء القيادة السياسية لأن هذا يدخلنا في متهات لا حصر له وأنها من الأرض على العكس أن نحاول تحضير كفاح المسلح من جهة ومساعدة الحزب على البقاء قوي في الساحة السياسية وعندما يحين الوقت وكان اعتقادنا أن المعركة مع الاستعمار آتية وأنها سيضرب كل الأحزاب الوطنية بعد قليل وعند ذلك اختنم الأخ بوظيف وددوش مراد اقتراح من الإدارة بأن يذهبوا إلى فرنسا قدم للأخ مراد دوش الله يرحمه زمير بعجير اللي بدأ العمل التحضيري في الجزائر وقدم للأخ بوظيف أخ مراد عبد المالك الذي كان مكلف بوهران وبقيت همزة وصل إذا صح التعبير ظهور الإنقسام الذي وقع في صفوف الحزب وحاولت أن نطلب من الإدارة من الأخ لحول أن يساعدوا على رجوحهم لمواجهة الأزمة رجع الأخ بوظيف وددوش مراد إلى الجزائر وبالفعل لما رجعوا كان المناظرون في حالة قلق كبير والأخطر من هذا أن عدد من أعضاء المنظمة السرية المنظمة الخاصة انضموا لمصالي الهاج لمنع الإنزلاق نحو الإنقسام وتكتير المناظرين والوقوف موقف الحياة حتى لا تمس الأزمة وحدة المناظرين في القاعدة أبدايت بعض التخوف لأن قلت أن بين الإخوان تلك المنظمة الخاصة والموظفين والبرمانون في حزازات كثيرة وبدأت أن ربما الأمور ما تسيرش على ميران لكن الأخ بوضياف قال إن هذا هو الطريق الوحيد للوصول إلى القاعدة والاستلاء عليها وتجنيدها للكفاح المسلح لكن بعد مدة الأخ دخلي الذي يعرف دواخل النظام انتبه إلى أن هناك تنظيمين التنظيم لتبع البوضياف والتحرك التعو والتنظيم لم تتفق عليه وفي يوم الأيام رجع الأحب بوضياف ليعلمني بأن وقع بينه بين دخلي خلاف كبير وأنها الصغة هذه لم تعد كافية وأعتقد أن على إثرها رجعت النظرة الأولى وهو الاعتماد على أعضاء المنظمة الخاصة بالأساس وكان هذا من هذا اجتماع 22 في فترة الكرياء وقع مسعى لدى اللجنة المركزية والمصاليين لمحاولة معرفتهم من موقف الكفاح المسلح فيما يخص اللجنة المركزية بشرت بعض الشيء أعلمني الأخ بوضياف والأخ مبالعيد أنهم قرروا الذهاب إلى اللجنة المركزية والمصاليين لعرض أسئلة معينة وذهبت إلى الأخ بن خده والأخ لحول قلت الإخوان جايين للقاء أسئلة ما صارية ورأي الخاص أن الإجابة تكون واضحة إما بالقابول أو بالرفض بالفعل بعد تحل اللجنة لجنة الاتحاد للكرياء لمسنا أن هناك تردد لا أعني لا أعتقد أنه ينصب على مبدأ كفح المسلح لكن يمكن الإخوان أعضاء جمعكزية بعد حل اللجنة الوحدة والأعمال سنة في الوحدة للمسلح كفح المسلح كفح المسلح لربما بطابقه المحلل سيونه بعد علمي سيأتي عند تخلص رغم سيأتي مع هم سيأتي مع هم أنه يحظون سيأتي مع هم سيؤك وهم دلولة حيث في المزيجر في المنزيل منيش السيدي الارجيات عام الريح يقيد التالي السياد و السنة التي ستصنع تشهرة وزديا تحامل من من هم الممتعين هو أطلب من من هذه الأساسية وزديا ومسالي يقدر من一هاد وزديان إلى الى الهدى النظام بحبته معينة المتعالية التي أجل وظلت أنه محمد عبر حيث يتم الكامل من المتعارب العبور لنحن الحاجة ولم تسيقل من أجل عمّاً لها أجل ومعلمة ومع المتعالي من المساول السوال ومعاركين وعطين الللكم قمتع تقليل إن جدير أخرى فقط في المنزل في المنزل في سنة وبدأيه في عاما لمدة، وفكرة كلمة كانت من العالمية ومن المتحدثين، ونحن كران كبيراً على المشاوون التالي ترجمة نانسي قنقر 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 هذي ربما كان اعمل مزية في الحزب لأن حل هذك النظام هذك الوقت يعني ولات الافتصالات مع المنادلين يعني سهلة هذي الكريا ديقول للمنادلين انتو ما كنتوا تنفذو في الاوامر اللي كانت تجيكم من القمة وما كنتوش بشاركة القضية ما لابلكم شهد الشي اللي يقول في مصالي السحي ومصحيه الواجب على كل إنسان لكن حقيقة نحب حفظة الوحدة على الحزب وهو يوقف موقف حياد هذا هو الوليوتراليزم تعلق كنا مساء العخرى باية جماعة ما حصوش بها وهو لكرية ينجي من إنسان يعتبرها كان نواة انتعى الثورة لأن هذا المناظر اللي كان يجيهه اوامر وينفذها الجيل الكريا ديقول له لا انتارك وليت هو الحكم نقول للناس هدو ماذا بكم تجيهه قدام معتمر وهدي هي الهدف يعني الديسيزون كونتيتي برس بو الكريا سي لورغانزازيون دان كونغري يعني نتحضر نهضر بفرنساوية ولكن تاني كذلك عندها همية الناس بيساة يهضروا بفرنساوية في الجزار وهو لونيتي الاكسو الكريا كوميتي ريو سين بو نفتو وهي اللجنة الثورية للوحدة والعامل ما هو طالب انتحاو وهو يوقع معتمر واسع وديموقراطي ليحضروا فيه الجميع وهذاك المؤتمر ياخد قرار ثوري ويعين لجنة مركزية يعين عين إدارة ليتعمل بهذاك الشيء وهذا يجعل هذه القاعدة اللي كانتين يغيس مع الأخبار واللي يعطونها اوامر كنفتهم واللي تحكم وهذه هي اللي بدأتنا حتى اللي باية فيلم جماعة عقصمتنا كما زيرود بن عودة جماعة سقوهارس كما مختار باجي جماعة الجزار كانوا قلال العاصمة وكل الجماعة اللي كانوا تبعوا الفكرة لكريا وهما الجماعان تاع الشبان تاع بلكورو هما وكله صالوني هدا هو الشيء اللي كان الناحية تاع البليدة يوجد باللي كانوا عندنا مسؤولين كبار وهو سيد سوداني بوجمع ابو شعيب كانوا هما الأساس انتع النظام تاعنا ففي العمارة طاوهران كانوا عندنا مسؤولين اللي كان عندهم من ناحية نواحي الحدودية انتع مغنية وانتع النورسية وانتع النظام بالعالمارك وصيب والصور يعني قبضوا النظام تاعهم وخصوصا كان عندهم صادا عندهم كلام تاعهم كان مسموع لانا ناردالخيلات قالوا الجماعة عن تاعهم هاموش يقولوا اوزنا كذلك وقلوا مصالح ولكن يعني عندهم وقفوا المهم انتعنا ستا موزمان دوكينيون كي تانديرو ميليتان ريستئوني يدومون ديالسي جنادو بني سيكسبيكيح سيد قراء هاداك المنشور اللو اللي انتع الجب انتع الكريا هو سي شرشالي وقال السيد اللي دالو هاداك المنشور قالوا هالجماعة اما يخدموا اللي اللجنة المركزية لكن ما مش يخدموا اللي اللجنة المركزية هادوارا مرحينوا حدهم ما مش تنى ولا من صلي ولا من غيري كانتين حقيقال يا ناسي الحاج معروف بالداخانتاع ويعرف العزب وهذا هو الشيطة موسيقى همممممممممممممممممم المقلوق 6 داخلوم الیترجم باسثار وقامت بالطوزية من الصعب ومن الانهابون بطارئ لتندقاء المحطة للتحب المحطة بطارئ لك بطارئ لذيارة المحطة لأنهم محطة المحطة لتكلمون بطارئ وانهما يبقى ومن ثم الانتخالية لتحب المحطة لذيارة لأشخاص بالمحطة دائما نحن، نحن لدينا، وعندما نحن، وعندما نحن عامل أشوف مما تقريبي باستخدرًا، نحن لدينا خلال عدارة المعنة من الأشياء، وقلونا، قلونا، وقلونا، وقلونا أن تجعل بماذا يفعلون أنهم لم تغطرون حول المجدين، وقلونا أنهم كانوا أحدهم في الأحيان، أعتقد أنهم من الأحيان، وله ذلك يغير عقلية في المقاطق وله ذلك يهلا كنت على حده ربع و ذلك وله ذلك الرجل من هذا الموقعة مواجهة المصادر له ذلك تصوير plحول ضم من هناك موسيقعة بل زيادة وشأنها بهذا النوم المصادرين أحيان صهب وطلب وفتالل وخارج سيخافة لديه لعبات جديدة لربية صورة ما يشتبه هي أي الأولى قومة ببنان أخرى كجنيب وبعضية عزيزة وعصيث بمسيقاء الشعارات في مرتق الألغير M. Kiwan du Comité Central, qui vient de s'exprimer sur le Crua, était un élu municipal, deuxième adjoint de ce même maire, qui avait réussi par des déclarations publiques, d'habiles petites manœuvres et de flirte avec les conseillers municipaux du MTLD, à convaincre ces derniers d'une émancipation progressive, fondée sur une politique réformiste et progressive. L'insurrection armée, préconisée par Boudiaf et ses compagnons d'armes, tous décédés sur le champ d'honneur, était la dernière préoccupation de M. Kiwan et de beaucoup d'autres élus. M. Kiwan. 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 عنا دروس اللي من ترني نوفمب وهو يعني جماعاً كأناس ما مش معروفين ما عندهم مش أسليحة لا مادة كبيرة واستطاعوا يعني بفضل هذا الشعب الكريم باش يعملوا هذا الثورة الثورة الجبارة اللي يعني حقيقةً كانت يعني حربتوا بصحة التحرير بتاع شمال الفريقي وكانت سبة في التحرير بتاع افريقيا وما نطلبون شعبنا إلى الخير وإلى تقدم والرفاهية والسلام عليكم موسيقى موسيقى